وإلى بورصة عمان ما زال شح أسيولة مسيطرا على أدائها متأثرة بتسارع الأحداث في المنطقة والعالم التي أدت إلى تخوف المستثمرين للاستثمار بسوق الأسهم المحلل المالي في بورصة عمان نزار الطاهر قال لنشرتنا إن أداء البورصة يراوح في مكانه منذ فترة خاصة في نقص أسيولة مع أن البيانات النصف سنوية للشركات على اختلاف نتائجها لم تنعكس إيجابا على أداء البورصة حيث أبهر القطاع البنكي تحسنا في بياناته المالية أما القطاع الصناعي فكان في مستوى متوسط في حين تراجع القطاع العقاري فقد أظهرت بيانات وجلسة تداول اليوم أن حجم التداول الإجمالي بلغ حوالي 5 ملايين و 800 ألف دينار تحققت عبر تداول 4 ملايين و 600 ألف سهم نفذت من خلال 3500 عقود وعن مستويات الأسعار فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق اليوم إلى 2089 نقطة بارتفاع طفيف أما على مستوى القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 43% والقطاع المالي بنسبة 9% في حين انخفض لقطاع الخدمات بنسبة 21% أما شركات الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي مناجم الفوسفات الأردنية بنسبة 27 و 22% المتحدة لإستثمارات المالية بنسبة 7% تقريبا أما الأكثر خفاضا فهي الأولى للتأمين بنسبة 35 و 33% ووادي عشية الإستثمارات السياحية بنسبة 5% في المئة